جزاكم الله خير وأحسن إليكم يسألكم شيخ صالح لو تكرمتم رأيكم في من لا يورث المرأة هل يعتبر في حكم من كفر بآيات القرآن الكريم كآيات المواريث أم أن الإيمان بالآية شيء وعدم تطبيقها شيء آخر من لا يورث المرأة يرى أنها لا ميراث لها ولا تستحق الميراث فإنه كافر بالله عز وجل لأنه مخالف لما شرعه الله عز وجل ومغير لأحكام الله والله جل وعلا لما بين المواريث في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله جل وعلا ورث النساء عكس ما كان عليه الأمر في الجاهلية الذين لا يورثون النساء ولا الأطفال الصغار قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الذي لا يورث النساء يرى أنه لا حظ لهن في الإرث فهذا كافر بكتاب الله عز وجل ومتعد لحدود الله عز وجل ماهو جل وينزق ثاني وينزق ثاني وينزق ثاني ومتعد لحدود الله عز وجل مما vaiهونا